السلام عليكم ازايوك اخبار جديدة واخبار مهمة جدا والحية الفيديو ده انا محتاج لمساعدة حضرتك عشان تقرأ معايا المشهد وتفسرهولي لان انا كده مش فاهمه انا ليه خد بالك كل التوقعات ان العلاقة بين ادارة جو بايدن وادارة الرئيس المصري عفتاح السيسي هتكون زيزفته ليه جو بايدن قبل ما ييجي ويبقى رئيس الامريكا كان نزل تقريبة كده وهدد فيها الرئيس المصري صراحة وقال له ده انا لما يجد انت هتشوك بقى مفيش شكات على قياد ده انا هعمل ونسوي وكلام ده وانا كنت شرحت الموضوع ده اكتر مرة في نفس الوقت كل الناس توقعت الصدام لان خالي بالك انت قدام رئيس مصري مش سهل ان انت تفرض عليه شروطك يعني واضح جدا ادارة مصرية مش كل حاجة عاوزها امريكا بتنفزها خالص فكان الصدام متوقع بشدة ما حصلش وانا حتفهم ان ما حصلش نتيجة للنفوذ المصري في المنطقة نتيجة لدور مصر الرياضي نتيجة لقيام حرب روسيا واوكرانيا وامريكا عاوزة حلفاء مش عاوزة اعداء ماشي بس ان امريكا تشكر مصر ان مصر بتتنزل عالدولار ومصر بتنضمن لمنظمة بريكس ومصر هتعقد اجتماع رئاسي بين رئيس مصري عبتاح السيسي ورئيسي الايراني ابراهيم رئيسي مش بس كده وان مصر هتصنع اسلحة الروسيا لا احنا كده مش تخطينا مرحلة التوقعات انا كده في مرحلة الجنوب يعني ايه امريكا اصلا تشكر مصر بعد كل التحركات المصرية دي ازاي هاستعرف هاقولك عشان اقولك لازم احكي لك القصة من الاول تجهت الولايات المتحدة الامريكية الشكرى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمسؤولين المصريين على جهودهم الدبلوماسية والتي بوذلت من اجل التوصل الى اتفاقي ووقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد قطيعة سياسية دامت ازيد من ثلاثة واربعين عاما بوادر مصالحة تاريخية بين مصر وايران تلوح في الافق بوساطة العراق الذي كثف تحركاته مؤخرا لتقليس فجوة الخلافات ما بين البلدين قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كلينا اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة انهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح والمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم حاليا ففيه شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك عالطريق الصح مش محتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلف وتدور بالعكس هتروح للشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة اريد اقولك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة يعني انت مش محتاج تقعد وقت كتير عشان تنشئ الشركة بتاعتك لو اعتمدت على ابشر هتساعدك بشكل سريع جدا وحتنشئ لك الشركة بشكل احترافي وقانوني للغاية لأكتر من كده ان فيه مستثمرين كتير جدا اعتمدوا عليهم ومشاهير على فكرة قدروا ان هم يفتحوا شركاتهم هناك في دبي وعايشين وانا عرفهم شخصيا اعتمدوا على ابشر دي هسيب لحرارك الرابط بتاع شركة ابشر اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معهم نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ايه الجديدي اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيه ما يخص الشأن المصري او السياسة المصرية نازم تعرف ان احنا قدام اقتصاد مصري متعثر او فيه مشاكل كتير اوي وموضوع ده واضح مش محتاج يعني ان انا اطلع واشرح لك الاقتصاد المصري مش ازاي او مش ماشي ازاي بس بطبيعة الحال الاقتصاد كل ما بيبقى ضعيف انت سياستك الخارجية تضعف ده المعروف في السياسة عامة اكيد اكيد محدش عاوز يكلم دولة اقتصادها فيه مشاكل مين حيسمع كلامه واكيد اكيد محدش عاوز يعتمد على دولة او يتقرب من دولة اقتصادها فيه مشاكل والدليل على كده معلش يعني الدليل على كده اكتر من مثل اليمن كل الناس بتهرب من الشأن اليمني لبنان كل الناس بتهرب من الشأن اللبناني ولا ياسف ان انا بقول كده على فكرة دول اخوتنا انا مش قصدي اسيق ليهم باي شكل بس انا قصدي ان اي اقتصاد متعثر الناس بتحاول تبعد عنه شوية ناصر فازاي ان مصر دلوقتي بتعمل تحرقات خطيرة جدا ومنورات خطيرة جدا وبرغم كده انت قادر تكسب كل الاطراف ازاي ومشي مسي معايا في التحليل اللي حقول لحضرتك ده لما تيجي تبص هتلاقي من عدة ساعات نزلت جريدة اسرائيلية او صهيونية اسمها تايمو في اسرائيل تايمو في اسرائيل منزل عنوان تقولك ايه تقولك اسرائيل امريكا الام المتحدة التلاتة بيشكروا مصر بشدة الانوان في حد ذاته ابهرني ليه ابهرني لان الجريدة دي بالذات بقالها اسبوع بتشتم في مصر يعني انا مثلا انا بحاول اجيب لك ايه المقالة واشرح لك المضمون اللي فيها بدون اساءة مثلا انا معرفتش اجيب ولا مقالة من الصحيفة دي من كتر الاساءات اللي فيها كل المقالات اللي نزل الاسبوع الماضي على الشأن المصري في تايمو في اسرائيل كلها اشتمة 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 يعني واصل السيسي واصل السيسي واصل السيسي هي هي نفس الصحيفة اللي بتقولك إسرائيل وأمريكا والأمم المتحدة بيشكروا مصر بشدة وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الشكرى للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمسؤولين المصريين على جهودهم الدبلوماسية والتي بوضلت من أجل التوصل إلى اتفاقي ووقف إطلاق النار في قطاع غزة العنوان ده يجب الوقوف أمامه بشكل كبير ليه بقى؟ في التوقيت وفي المضمون إزاي؟ واسمع مني الكلام ماشي إزاي؟ لما تيجي تقرأ المقالة من جوه هتلاقي إن أمريكا كل شخصية مهمة فيها أثنت على الدور المصري بشدة إزاي؟ يعني مثلا عندك المتحدثة باسم بيت الولايات طلعت أثنت على الدور المصري في الوساطة بين الكائن السهيوني والفلسطيني وقالت إن دور مصري كان فعال بغاية وزارة الخارجية الأمريكية نزلت بيان رسمي تشكر فيه الجانب المصري من جانبها أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بدور مصر الحاسم في وقفة لقنار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية وثمنت ألا دور المصري في التوصل للاتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبدولة لإعادة الهدوء في قطاع غزة مش بس كده خلي بالك إن معظم مستشارين الموجودين في البيت الابياد بياثنوا على الدور المصري بشدة دول داخل البيت الابياد نادرا البيت الابياد دلوقتي ما بيطلع شكر لدولة معينة ويطلع كمية الشكر دي لمصر بالزاد في التوقيت ده ليه؟ خد بالك من عدة أيام كده كانت طلعت واشنطن بوست الصحيفة اللي بتكره مصر جدا كانت طلعت وثيقة قالت إنها طلعت عليها من ضمن الوصائق اللي تصربت للمخابرات الأمريكية واللي كان صربها هو جلدي موجود في القاعدة كان صرب الوصائق دي على منصة ألعاب اسمها داسكورد الوصيقة دي بتقول إيه؟ بتقول إن مصر هتصنع 40 ألف ساروخ لصالح روسيا من طراز صقر 45 فأكيد أكيد الأمريكان في الموقف ده بالذات مش رادين عنك ده لو صحة الوصيقة يعني لو الكلام ده صحيح لأمريكان على آخرهم مننا مش بس كده من 48 ساعة بالزبط تلعت وقالت إن فيه وصيقة جديدة معاها وهي إن مصر فاتح الأجواء بتاعتها لعبور طيارات الأنتينوف وهي طيارات النقل العسكري الفقية إنها تيجي إن شوفك زيرة الكارن تنزل ع بحر لسود تعدي على الشرق الأوسط بعدين السعودية وتوصل لمصر حد ما تطلع لسوريا لأن روسيا عاوزة تسحب معداتها العسكرية ومش عارفة تسحبها من سوريا لأن سوريا تقريبا كده حدودها محصرة من الدول أو حلفاء أمريكا فالأردن رفضت طيارات النقل الروسية تعدي على أجواءها تركيا رفضت والطيارات دي مش هينفع تعدي على أوروبا لأن أوروبا كلها في حالة حرب مع روسيا فالدولة الوحيدة اللي ينفع إنها تعدي الطيرات الروسية عشان تسمع لروسيا بسحب معداتها من سوريا هي مصر وعلى فكرة الصحيفة كانت بها كده قالت لك مصر هي بوابة سوريا الوحيدة كانت بينها كده طيب الرحلة دي برغم إنها هتخلي الطيران الروسي يقطع مسافة أكبر وعدد ساعات طيران أكبر إلا إن هو منفذ الوحيد الأمريكان رصدوا الموضوع ده وحطوا لك الخريطة في واشنطن بوست وعلى فكرة ما تمش تكذيب الخبر يعني لما واجهوا المتحدث باسم بانتجن قال لهم أنا بعلقش على محدثات سرية معنى كده إن الخبر صحيح فمعنى كده إن العلاقات المصرية الأمريكية زي زفت لأن كل حلفاء أمريكا سمعوا كلام الأمريكان ومنعوا الطيرات الروسية مع عدد سعودية ومصر صح؟ فإزاي أمريكا طالعة دلوقتي تشكرك وهي عندها مشاكل مش بس كده الجديد بقى الجديد بقى إن انت دلوقتي عندك علاقات على حسب وكالة التسنيم الإيرانية بتقول إن فيه دبلوماسي إيراني وعلى فكرة هو برضو عضو في الحرساء الإيراني طلع أثنى على الدور المصري وقال حيتم الترتيب للقاء مرتقب بين الرئيس المصري والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهي إن الاتنين حيلتقوا قريبا جدا ده اللي نقلته وكالة التسنيم واللي النهاردة إيران إنترناشنل أو صحيفة اللي اسمها إيران إنترناشنل نقلت نفس الكلام ده وعلى فكرة برضو بالملازمة نازم تعرف أن الجنوز المبوست السهونية نقلت نفس الكلام برضو عن وجود لقاء مرتقب بين رئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الإيراني نظرا للقاءات التي أجريت بين وزير خارجية إيران والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجريت محادثات وكانت المحادثات إيجابية وتحمل روحا إيجابية وودية الأبتر من كده أن أنت لازم تعرف أن فيه لقاءات سرية شغالة بين الجنب المصري أو المخابرات المصرية والمخابرات الإيرانية في العراق العراق بتستضيف اللقاءات دي زي ما كانت بالزبط بتستضيف العلاقات أو اللقاءات السرية بين المخابرات السعودية والمخابرات الإيرانية دلوقتي العراق بتستضيف اللقاءات السرية بين مصر وإيران عشان يتم عودة العلاقات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أبدى ترحيب بلاده بمقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبدء حوار مثمر مع مصر بوساطة عراقية تروم تحسين العلاقات بين الدولتين والحقيقة أنا عندي هنا مشكلة كبيرة جدا وهي ايه سياك بس من موقف الأمريكي وأنا بس هتطلعك كده سنة صغيرة لازم تعرف أن العلاقات المصرية الأمريكية مقطوعة أو شبه ميتة تقليل من 1979 من ساعة ما الرئيس السادات رحمة الله عليه استضاف شاه إيران كان قامت ثورة في إيران 1979 والأنبيها الخميني وشاه إيران هرب من إيران والرئيس السادات قال لكارتر أو الرئيس الأمريكي في الوقت ده أن مصر حتستضيف شاه إيران والرئيس السادات كان له مبرر أن شاه إيران ساعد مصر في حرب 1973 وما ينفعش أن هو ينسى الجميل ده من ساعتها والخميني معتبر مصر عدل مش بس كده خلي بالك أن إيران على حسب وصف الرئيس الراحل محمد حسن الساد مبارك أن إيران مسميها أكبر شارع في طهران كلها باسم قاتل السادات الإسلامبولي زي محركة تسمع من الرئيس المبارك بالضبط كده وعلى أي حالة مش عاوز أخش في التفاصيل دي وأرجع عليه فترة دمان أنا أود أن يكون لي علاقة طيبة جدا مع إيران وأنا ما فيش بيني وبين مشاكل بين إيران إلا أن عندهم شارع أكبر شارع في طهران اسمه باسم الراجل الذي اغتال الرئيس السادات أي مواطن بيروح هناك يعني بعض أخوانا الكتاب والصحفين الكبار قالوا البلد دي كويسة أو بس فيه عيب خطير بسمين الشارع الرئيس الكبير باسم قاتل السادات طب إزاي أنا بقى هروح أتعامل معهم بالشكل دي قلنا لهم كده بصراحة نتعامل على أسس من سوية ما فيش حاجة اسمه باسم شعيد الرئيس السادات دا كان رئيس مصري إذا كان قاتل دا شخص فردي إذا كنتوا بتعملوا كده معناها مش حاجد علاقات معك زائد بقى لو إنت عاوز تشوفها ناحية دينية فلازم تعرف إن مصر من أكبر القوى السلية في منطقة الشرق الأوسط فأكيد أكيد إيران ما عندهش أي مبرر لعودة العلاقات مع مصر أو إنها تبقى يعني متلهفة جدا لعودة العلاقات مع مصر في ظل اقتصاد مش قوي يعني صح؟ بس دلوقتي إيران هي اللي التسعى للعلاقات معك بشكل جميل واللي بينقل الأخبار دي هم الصهينا نفسهم يقولك خلي بالك ده المصريين والإيرانيين حبايب دلوقتي وحيبتدوا يتكلموا ويتبادلوا الزيارات فأكيد أكيد لسهينا ولا الأمريكان رضيين عن موقف ده وأكيد مش هيشكروك عليه برغم كده سكتين وبينقلوا الأخبار وهم سكتين طيب ليه مصر تتقرب من إيران؟ آخر بس حاجة هقوله في الموضوع ده لسبب بسيط جدا إن مش مصر اللي وحدها بتتقرب من إيران الرباع العربي على حسب صحيفة جروزولم بوست نفسها إن البحرين والسعودية والإمارات ومصر بيعملوا لقاءات سرية مع الجانب الإيراني بس السعودية أصبحت علانية حاليا بس فيه لقاءات كبيرة جدا مع الجانب الإيراني لعدة العلاقات فالرباعي ده بيتحرك بشكل كبير جدا لاستعادة العلاقات مع الجانب الإيراني فدي لازم توقف عندها أخيرا وليس أخيرا وده اللي أنا شايفه أكبر تهديد في العلاقات المصرية الأمريكية هو إن مصر عندها استهداد كبير جدا للإنضمام لمنظمة بريكس وعلى فكرة مودرن دي برامسي اللي هي صحيفة الأمريكية تلعت قالت إن أقعد يفتكر إن مصر عاوز تنضم لبريكس السنة دي أو السنة اللي فاتة والدليل على كده إن كان فيه كتاب لأحمد أبو لغيت وزيري خارجية المصري السابق اسمه شهاداتي كاتب فيه إن مصر عندها استهداد ضخمة جدا للإنضمام لبريكس بس خليني أشرح لك ليه مصر عاوز تنضم لبريكس في حقيقة مودرن دي برامسي بتشرح لك وجيتين نظر تقول لك أولا البريكس فيه ناس كتيرا مش مستعدة أو خايفة للإنضمام لبريكس نتيجة المشاكل اللي فيها إزاي بريكس أولا منظمة جير رسمية لحد الوقت تاني حاجة بريكس مكونة من خمس دول ليه برازيل روسيا الهند الصين جنوب أفريكس خمس دول دول لو جيت تبص على اقتصادياتهم هتلاقي فيها مشاكل روسيا اقتصادها منهج نتيجة الحرب الصين عندها مشاكل من ساعد فيروس كورونا أما جنوب أفريكيا والبرازيل فأكيد أكيد واضح جدا أن عندهم ركون وعندهم مشاكل اقتصادية كبيرة جدا أما لو جيت تبص على الهند فالهند هي دي المشكلة الأساسية أو المصمار اللي مش عارف يطربت داخل بريكس ليه أولا الهند عندها مشاكل خدودية مع الصين ده أولا فأكيد مش هتبقى متلهفة أو عندها استعداد لتطبيع اقتصادي كامل مع الجانب الصين هيبقى عندها حسابات تاني حاجة الهند عندها علاقات قوية جدا مع الغرب فمش من مصلحاتها أنها تنضم لمنظمة تمشي فيها مع عداء الغرب اللي هو روسيا والصين وتقطع علاقتها مع الغرب فكل الناس كانت متشككة في فعاليات بريكس طب ليه مصر عاوز تنضم لبريكس برغم أن عندها مشاكل مصر عاوز تنضم لبريكس نتيجة للتقدمات والنجاحات اللي حققتها بريكس السنتين اللي فاتوا بس وتقدر تقول من ساعة قيام حرب روسيا أوكرانيا ليه؟ من ساعة قيام حرب روسيا أوكرانيا ابتداء نتكلم على عملة جديدة ابتداء نتكلم على تبادل تجاري بالعملات المحلية ابتداء نتكلم على تبادل تجاري أكبر وابتداء نتكلم أن السعودية والإمارات وأكتر من دولة خليجية وشرقة أوسطية عاوز تنضم لبريكس ما يعني أن مصر حستفيد جامل جدا لو انضمت لبريكس وعمل التبادل تجاري بعملة محلية أو بعملة البريكس إيه اللي حيتم الإعلان عنها في أغسطس القادم؟ ويعد انضمام مصر إلى عدوية البنك في هذا التوقيت دليلا على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات ونتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة في عدية هتبقى حاجة كويسة جدا إن مصر عندها مشكلة في تدبير الدولار مواردها من الدولار مش كبيرة خاصة فمصر هستفيد من منظمة بريكس هل بتعتقد إن أمريكا راضية عن أي تحرك من دول؟ أبدا برغم كده أمريكا ما عرضتكش في أي تحرك من دول ولا وقفة قصادك في أي حاجة من دول والدليل هقولك دليل واحد بس لما الطيارات الروسية عدت المجال الجوي بتاعك أمريكا ما فتحيتش بقها علنيا بس لما في مركب روسية حملت أسلحة من جنوب أفريقيا بشكل سري في قعدة بحرية في جنوب أفريقيا طلع السفير الأمريكي في الولاد ده يهدت جنوب أفريقيا رسميا رسميا وعلنيا فزي السفير الأمريكي في الكاهرة هم فتح شبقه تحقي التصدع الحاصل بين جنوب افريقيا والولايات المتحدة جاء بعد اتهام السافر الامريكي في جنوب افريقيا بيروتوريا بتوريد الاسلحة للجيش الروسي سرا تاني حاجة ازاي اصلا انت بتعمل الحاجات دي كلها ازاي انت مش كايف من اقتصادك طب مش المفروض ان احنا دولة دلوقتي عندها مشاكل اقتصادية ازاي نطلع على الطالعة دي كلها تالت حاجة انت مش كايف من عقوبات امريكية انت زاي بتحلق التحركات دي كلها هجماعة احنا دولة عندها مشاكل اقتصادية نداري على بعضنا كده وناخد بالنا مش شأن المصري والاقتصاد بتاعنا ومناش دعوا بالحاجات اللي بره يعني خلينا كده ايه مندارينا عن العين لحد ما ندبر الدولار ونحل بس مشاكل اقتصادية دي ليه نعمل التحركات الخارجية دي كلها الاختر من كده والحاجة اللي انا واقف عندها نخلي بالك مش امريكا فقط اللي شكرت مصر الفترة الاخيرة اسرائيل نفسها خلي بالك من موقف اسرائيل انها بتشكر مصر بشدة لازم توقف قدامه ليه لان نتانياهو لما جه الرئيس المصري عفتاح السيسي كلمه وقاله مبروك ان انت جيت وخدت الوزارة الاسرائيلية بس خلي بالك مش عاوزين استفسزات عند المسجد الاقصى صح نتانياهو قال له حاضر وتاني يوم اتمان بن جفير اللي هو وزير الامن الداخلي الصهيوني راح واقتحن مسجد الاقصى وروح تتكلم من هناك ما يعني النتانياهو مش مهتمة اوي بالعلاقات مع مصر صح دلوقتي بيشكر مصر بشدة احنا متشكرين جدا هذا وافادت قناة القاهرة الاخبارية بان مستشار الامن القومي الاسرائيلي قدم وبتوجيه من رئيس الوزراء بن يمين نتانياهو الشكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في قطاع غزة اعرب عن تقدير اسرائيل لجهود مصر الحثيثة للتوصل الى وقف اطلاق النار طيب هما ليه الام المتحدة واسرائيل وامريكا بيشكروا مصر بشدة لان انت الدولة الوحيدة الوحيدة اللي قدرت تتوقف الحرب في فلسطين صحيح عشان بس بقى منطقي ومنصف خلي بالك الشكر ده مش جاي لك لوحدك جاي كمان لقطر بس انت واخد النصيب الاكبر من الشكر والثناء من قبل ام المتحدة واسرائيل وامريكا لان انت وقفت الحرب هناك هتيجي تقول لي احنا كده عملا للكيان الصهيوني وقدرنا نحمي الكيان الصهيوني ومخلناش الحرب تستمر ابدا اولا انت مش شغال عند الكيان الصهيوني انت شغال لمصلحتك لان الحرب دي ايما على حتيوتك فمن مصلحتك انها توقف فانت اصلا تشغال لمصلحتك تاني حاجة لازم تعرف ان الحرب دي جير متكافأ اصلا بين الكيان الصهيوني ومبتاع غزة فلازم تعرف زي ما امريكا والكيان الصهيوني شاكاروك في صالف فلسطينية برضو شايفة دورك وانت بتتعب ازاي عشان توقف الحرب دي الحرب دي ما ينفعش انها تكمل لمواجهة مباشرة مش مصلحت حد خالص صحيح انت بتقذي الصحينا صحيح ان انت دمرت منظومة القبة الحديدية وخلتها فشلة وخلت منظرها زي الزفت وبيتم اختراقها ماشي بس هي حب في الاخر كلمة متكافأ انت اصالة فلسطينية دي كل اسلحاتها مهربة او صناعة محلية وغير دقيقة يعني احنا بنشيب بيهم هما ابطال وحيفضلوا ابطال بس انا بتكلم من ناحية نظرية ما ينفعش حرب تكتمل لمواجهة مباشرة مش في صالح فلسطينيين خالص حاليا في الوقت ده فانت لقى قصد الصهاينا ولا اي ميلة بس اي حد معادي المصرح يحاول يصورلك كده انت اشتغلت المصلح ده تماما والدليل على كده ان الفلسطينيين يشكروك برضو فلازم تبقى عارف الموضوع ده اللي انا عاوز اقوله في الاخر احنا دولة كبيرة عندنا مشاكل اقتصادية بس في شجاعة في التعامل مع السياسات الخارجية ولو انت فاكت ان الموضوع السودان مصر ملهاش يد طولة فيه وفي الشقم الدهلي السوداني يبقى انت غلطان مصر عارفة كويس قوي بتعمل ايه في السودان وعارفة كويس قوي الامور دايرة ازاي في السودان وفي مصلحة مين وعارفة امتى تتدخل وامتى متدخلش فاقوعة تقلل من الشقم المصري لان امريكا نفسها ما استضمتش بيك لحد دلوقتي وعندها كزا مبرر انها تستضل بالادارة دي وما استضمتش بيك ارفع رأسك فوق انت مصري وان شاء الله الازمة دي هتعدي وان شاء الله مصر هتكون اقوى واقوى يا رب كنت شراحة الحضرية لك الموضوع بشكل مبسط ويا رب انسوا للمصر رب انسوا للمصر تحية مصر سلام اشتركوا في القناة 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 السماء السابع حميكي رب العالمين